كان الثقة اللي خدتها للعيبة في 2006 أعتقد استمرت ل2008-2010 طب على المستوى الاستثماري أنا عايزة أتكلم عن جدرية اللي هو الكاسر الحاجز النفسي وممكن فيه تجربة حدك على الشهر كابتناني في سنة التسائين مع كابتن محمود الجورة عليه رحمة الليلة لما تهلنا الكاسر العالم صحيح أعتقد أنه عمل كمية من المباريات لعبته عدد كبير جدا لا تلغى الدوري أتلغى الدوري أقولك لعبنا مين لعبته أقول لعبنا ألمانيا الشرقية كانت من أفضل فرقة على مستوى العالم لعبناها هناك في ألمانيا هناك لعبنا فرقة قوية جدا لعبنا منتخب رومانيا وكان فيه الأساطير مبارياتين رحنا لعبنا سكوتلندا في سكوتلندا منتخب سكوتلندا كسبنا 3-2 لعبنا منتخبات الفكرة ده خلك إزاي دخلك لماتش هولندا دخلنا توطر خمس داي ودخلنا على طول الجيم خلاص ما أنت بتلعب لعبت مع الناس كلها واجهت عدد حتى معدر لعبت هولندا واجهتهم بالناس بنفس الشكل بنفس الكيفية بنفس الأدايا فكابتن جوهر اشتغل على ده من سنة التسعين هدوقتي في 2021 أعتقد أن الناد لأهل لو اشتغل على الجزئية دي ولأهل ليه اسلوبه طريقته ولأهل مدرسته الخاصة يقدر يعني يدخل بالأهل في عمق العالمية مستقبلا طيب على مستوى المؤسسي زي ما نتكلم مثلا بنتكلم أن الكرة بقت شركة أو استثمار على مستوى الاستثماري حتى النادي الأهلي بداية من حصوله على البطولة الأفريقية ووجوده في كاس العالم المقندية أعتقد كمان الميزانية دخل فيها أكتر من 80-90 مليون جنيه فدوى كمان مكاسب غير المكاسب المادية وعلى مستوى التسويق لكن كمان على مستوى الفلوس فيه فيه فلوس كتيرة ما شاء الله النادي الأهلي يقدر يستفيد منها بشكل أكتر من رأي طبعا أنت عندك مسألة التسويق دي فيها مجالة كنت بتروح الأماكن دي كمان بيع التشاركة بتاع النادي أنا ده في حد ذات وانت شفت بره يمكن لو الأجواء طبيعية كنت هتبقى يبقى شيء كبير جدا مش عايزة كلام صانين بيع الحو وحتى لقطات المباريات والنجوم والأحاديث في الكلام ده كله ده خلاص بحيز داخل النادي أكيد فيه حاجات تانية هتبقى يعني فرش عمل اتعاملت هناك في الدوحة هتبقى محل دراسة لإدارة النادي لتعاقدات جديدة هناك طموح أنه عقد الرعاية النادي لا يصل إلى مليار جنيه ده عندك أنت وصلت للمستوى ربع ليك ما يجي الراعي يقول لك أنا قد تدفع لك مبارئ عشرة عشرة جديدة خلاص كمان لما تبقى أنت مع علاقتك مع الراعي أنه هدف أنه هو كمان ينجح فأنت بتزيد نجاحه لما يتم تنظيم مباراة والأتنين مع أندية كبيرة ما ده كله بيصب في إدارة للسلسمار ويصب أيضا على المستوى الفني للتجويد والخبرات وللبحث عن الأفضل بحطك بحطك في صف وفي طريق أنك أنت تصنف من الأندية الكبيرة الواضحة خلاص أنت في أفريقيا الوضع بالنسبة لك بقى واضح خلاص بدأت تسترجع جزئية فقدت على مدار الست سنين أنت رجعتها في السنة السبعة وبعد الغياب محتاج بقى تثبت هتعاني كتير جدا هتواجه منافسات شرسة جدا لازم يبقى عندك التحضير القوي جدا والبداية القوية من الأول أنك أنت تسعى للتصدر المجموعة والحرص ومتابعة الفرق والشغل على يعني عاوز أقول لك لا الأهلي مؤهل أن يروح في حتى تانية بالحفاظ على النظام اللي موجود حالي بالحفاظ كمان على البحث برضو عن العباء المميزين وتدعيين صفوف الفريق بشكل أو بآخر كل ده بيدي الله اللي بيزيد من قدرات الاستثمارية من قدراته كمان أستاذ محمد